هذا القاتل الصامت لا يزال يحمل التداعيات الأكثر خطورة على المدنيين في اليمن إنه الألغام التي تفردت ميليشيا الحوثي باتخاذها سلاحاً أساسياً في حربها على الدولة والشعب اليمني يواصل هذا السلاح الأعمى الذي لا يتحسس أعداءه حصد العشرات من اليمنيين العسكرين منهم والمدنيين دون تميز بين المقاتل والنساء والأطفال في مسيرة الحرب الدائرة حتى اليوم في اليمن هناك المئات من القصص المأساوية التي أنتجتها عمليات متتابعة من القتل الناجمة عن انفجار الألغام واللعبوات الناسفة متعددة الأشكال والأحجام والأضرار شهدت مديرية الوازعية إلى الغرب من تعز عدداً من هذه القصص عاش سكان مديرية الوازعية مع الألغام رعباً متواصلاً لأكثر من ثلاثة أعوام جراء الانتشار الكثيف لهذه الألغام في المزارع والطرقات وحيث يمكن أن تصيب مدنياً أو تقتل مسالماً قبل أن تتمكن الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة وهي تشكيلات عسكرية تعمل خارج سيطرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة من انتزاع أكثر من ثلاثة آلاف لغم في هذه المديرية الواقعة إلى الغرب من محاوضة تعز وفي سياق متصل عرض المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الروكن تركي المالكي في مؤتمره الصحفي الذي عقده في الرياضة الثلاثاء لقطات مصورة للألغام التي تمكنت الفرق الهندسية اليمنية وبدعم من التحالف من نزعها بعد أن زرعتها الميليشيات في الطرق والقرى والمزارع والأحياء السكنية والتي تشكل تهديدا على المدنيين خصوصا النساء والأطفال وأوضح المالكي أن الميليشيات تستخدم أنواع مبتكرة من الألغام المحرمة دوليا كما تزرع قذائف مخصصة لاستهداف المركبات إضافة إلى تحويلها للقذائف التي استولت عليها من معسكرات القوات الجوية اليمنية إلى ألغام لافتا إلى أن مشروع مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام من المناطق اليمنية المحررة مسام تمكن خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري من نزع 2020 لغما منها 1990 لغما مضادة للمركبات و34 لغما مضادة للأفراد و87 عبوة ناسفة و800 قذيفة حصاد الحرب لا يزال داميا ومؤلما ومعطلا للحياة وملأ الغام إلى أحد التجلية السيئة والمميتة لهذا الحصاد